مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة لأيام هذا الأسبوع نتوقع أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها حتى يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وكذلك يوم الأربعاء وبعد ذلك يطرأ انخفاض بعد يوم الثلاثاء واضح على درجات الحرارة مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الجي الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة ليوم الأحد يوم الأحد درجات الحرارة أعلى معدلاتها أجواء مشمسة بالنهار تميل للبرود ليلا ودرجات الحرارة أعلى معدلاتها بشكل واضح على الأقل ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 23 والصغرى 15 المرتفعات الوسطى 20-13 المرتفعات الجنوبية 21-13 الأغوار والبحر الميت 30-31 إلى 19 درجة مئوية خليج العقبة 30 إلى 18 والبادية الجنوبية الشرقية 22 إلى 11 والبادية الشرقية 23 إلى 8 درجات مئوية يوم الأثنين تبقى درجات الحرارة أعلى معدلاتها تكون أجواء خريفية تقريبا لطيفة في النهار لكنها تميل للبرود ليلا بشكل قليل ودرجات الحرارة ما حكينا على المعدل في المناطق الشمالية العظمى 25 والصغرى 15 المرتفعات الوسطى 22-14 المرتفعات الجنوبية 23-14 الأغوار والبحر الميت 30 إلى 19 درجة مئوية وخليج العقبة 29 إلى 19 والبادية الجنوبية الشرقية 26 إلى 15 والبادية الشرقية 25 إلى 12 درجة مئوية يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة تسقط زخات رعادية من مطر خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء والليل وتكون أحيانا غزيرة ودرجة الحرارة الرضم المتوقعة في المناطق الشمالية 23-14 أجواء غائمة جزئية المرتفعات البسطة 20-12 المرتفعات الجنوبية 20-10 الأغوار البحر الميت 29 إلى 19 والخليج العقبة 28-15 والبادية الجنوبية الشرقية زخات رعادية من مطر 25 إلى 11 والبادية الشرقية 26 إلى 11 درجة مئوية يوم الأربعة أيضا خاصة في فترة الصباح وحتى ساعات الظهيرة تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي ويطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة أجواء غائمة جزئيا بوجه عام هناك زخات رعادية من مطر خاصة في المناطق الشمالية والعظمى المتوقعة في الشمال 19 والصغرى 13 المرتفعات الوسطى 16-11 والمرتفعات الجنوبية 15-8 والأغوار البحر الميت 25 إلى 15 درجة مئوية وخليج العقبة 24 إلى 13 والبادية الجنوبية الشرقية 20 إلى 8 والبادية الشرقية 21 إلى 7 نلاحظ أن يوم الأربعة انخفاض واضح على درجات الحرارة وأيضا تكون الأجواء باردة بالليل بشكل واضح يوم الخميس أجواء تقريبا غائمة جزئيا درجات الحرارة حول معدلاتها والمناطق الشمالية 19 إلى 13 المرتفعات الوسطى 16 إلى 12 والمرتفعات الجنوبية 16 إلى 9 والأغوار البحر الميت تقريبا بحدود العظمى 25 والصغرى 15 والخليج العقبة 24-14 البادية الجنوبية الشرقية 19-9 والبادية الشرقية 18 إلى 8 درجات مئوية أما يوم الجمعة فتتأثر المملكة بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة تؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة وتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وسقوط زخات رعادية من مطر خاصة في المناطق الشمالية والوسطى تمتد أحيانا لتصل لبعض المناطق الجنوبية والحرارة العظمى المتوقعة في الشمال 20 والصغرى 11 المرتفعات الوسطى 17-7 والمرتفعات الجنوبية 17-8 والأغوار البحر الميت 25 إلى 14 وخليج العقبة 25-13 البادية الجنوبية الشرقية 21-8 والمنطقة الشرقية 21 إلى 5 درجات مئوية مشاهدينا شكرا لكم إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الجي الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري